بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا لليوم بإذن الله لمادة العلوم للصف الثاني الابتدائي للتربية الفكرية الفصل الدراسي الأول معكم المعلمة أمل تمامي اليوم بإذن الله سنتناول أول درس في كتاب الطالب بعنوان سيظهر لكم الآن على الشاشة أحوال الطقس أحوال الطقس وهنا الأهداف التعليمية التي نريد أن نحققها بإذن الله اليوم وبقية الأيام القادمة في البداية لا بد أن يستمع الطالب والطالب لشرح المعلمة أن يكرر الطالب والطالبة أسماء أحوال الطقس خلف المعلمة أيضا أن يميز الطقس المعطى له ثم يصنف الملابس المناسبة لكل الطقس في الأخير دائما نقوم بكتابة حل تمارين أنشطة الكتاب الدراسي طيب خلونا الآن نتذكر قوانين قبل البدء بالحصة هناك أداب للدراسة عن بعد منها الحرص على الذهاب لدورة المياه قبل بدء الحصة أيضا عدم مغادرة الدرس قبل انتهاء الوقت الجلوس بجانب ولي الأمر بشكل صحيح ثم إحضار الكتاب والقلم الرصاص حتى لو احتجنا له الآن سأبدأ بدرسني اليوم أحوال الطقس إذن سنتكلم اليوم عن أحوال الطقس وستظهر لكم الآن على الشاشة أول حالة من أحوال الطقس ورمزنا لها بهذه القطرات هي ممطر ممطر إذن قد يكون الجو يوجد فيه مطر ممطر نردد خلف المعلمة ممطر يليه غائم غائم يعني فيه الشمس وفي نفس الوقت فيه سحب الغائم شمعناه تكون فيها الشمس وأيضا سحب مع بعض إذن هنا يسمى غائم نردد خلف المعلمة غائم أحسنتم أيضا قد يكون هناك رياح رياح ما المقصود بالرياح؟ الرياح لما يكون فيه هواء لكن هذا الهواء قوي هواء لكنه قوي إذن نطلق عليه اسم رياح رياح ممتاز طيب أيضا بارد أيضا من أحوال الطقس قد يكون الجو بارد وهذا يحدث في فصل من فصول السنة وهو فصل الشتاء فصل الشتاء إذن تعرفنا أولا على حالة الطقس عندما يكون ماذا؟ ممطر ممطر أيضا اثنين غائم غائم بمعنى أن يكون فيه شمس وفيه سحب في نفس الوقت أيضا على رياح رياح وقلنا المقصود بالرياح هي الهواء القوي الهواء القوي أربعة عندما يكون الجو بارد بارد وهذا يحدث في فصل الشتاء أيضا من أحوال الطقس مشمس مشمس عندما تكون شئة الشمس حارة وهذا يحدث في فصل الصيف شمس إذن مشمس الجو مشمس وغالبا يكون الجو حار حار طيب أيضا من الأجواء خاصة عندنا بالسعودية هو غبار عندما يمتل الجو بالأتربة والغبار إذن هذه أحوال الطقس مرة أخرى وأريدها المرة أن ترددوا خلفي ممطر ممطر غائم غائم رياح رياح بارد بارد مشمس مشمس ثم غبار غبار إذن هذه أحوال الطقس التي سنتعرف عليها اليوم طيب الآن ننتقل لشريحة مختلفة هنا صورة الشمس إذن الجو ماذا مشمس مشمس لا يوجد مطر لا يوجد سحب لا يوجد أتربة فقط شمس إذن دائما يكون الجو ماذا حار 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 نلاحظ هنا الفتاة تشعر بالحر وتتساقط منها ماذا الحرق لأنها تشعر بالحرارة بالحرارة لأن الجو حار إذن مشمس سيكون الجو حار وغالبا ملابسنا نلاحظ هنا الملابس القطنية الخفيفة الملابس القطنية الخفيفة هي الملابس المناسبة بفصل الصيف عندما تكون الشمس حارة واضح إذن في الجو عندما يكون مشمس وتكون درجة الحرارة عالية والشمس قوية ماذا يكون الجو حار ونرتدي الملابس القطنية الخفيفة حتى لا نشعر بالحر طيب هنا الجو ماذا تعرفنا على هذه الصورة غبار عندما يكون الجو مليء بالأتربة والغبار ماذا نفعل ماذا نرتدي حتى لا نشعر بالتعب نلبس الكمامة التي تحفظ الجهاز التنفسي لدي غالبا بعض الناس تتأثر أعينهم مثل هذا الرجل نلاحظ أن عينها ماذا حدث لها أصبحت حمراء من الغبار إذن هذا الجو ماذا يسمى غبار غبار طيب نشوف شريحة ثانية من أحوال الطقس ممطر ممطر إذن السحب ماذا ينزل منها؟ قطرات المطر ونرتدي غالبا عندما ينزل المطر الجكيت حتى نشعر بالدفع ويحمينا من قطرات المطر أيضا المظلة لتحمينا من قطرات المطر إذن عندما يكون الجو ممطر قد نستخدم الجكيت كما يفعل هذا الولد الخاص بالمطر أو المظلة إذن هنا الجو ممطر ممطر طيب نشوف شريحة ثانية غائم غائم قلنا غائم يعني يكون فيه سحب وفي نفس الوقت فيه شمس لكن الجو غالبا يكون لطيف ما في حرارة مرة مثل المشمس لا الغائم يكون الجو لطيف ماذا؟ غالبا الناس تفعل تذهب إلى المنتزهات والحدائق الأولاد يلعبون في الحديقة مستمتعين بالجو لأن الجو حلو نقدر نطلع ونلعب لأنه ما في حرارة ولا في برودة الجو يعتدل يعتبر غالبا الجو لما يكون فيه غيم ما فيه الشمس قوية ولا فيه برد نخرج إلى أين؟ إلى الحدائق والمنتزهات ونستمتع بالأجواء الجميلة إذن هنا الجو ماذا؟ غائم أحسنتم طيب نشوف صورة أيضا مختلفة هنا رياح رياح ما معنى رياح؟ يعني الهوى قوي الهوى قوي الهوى قوي هنا هذه الصورة تشير أن هناك هوى قوي طيب إذا كان فيه هوى قوي ماذا يحدث؟ ماذا يحدث مثل هذا الرجل؟ ها؟ إذن الرياح يكون فيها الهوى قوي رياح رياح نكرر خلف المعلمة؟ ممتاز إذن الرياح هي الهوى القوي طيب نشوف أيضا صورة بارد بارد نشوف دائما في فصل الشتاء ماذا يحدث لنا؟ نشعر بالبرد وغالبا نشعر بالزكام لأن الجو بارد أيضا ماذا نفعل في الشتاء؟ نرتدي ماذا؟ الملابس الثقيلة حتى نشعر بالدفء حتى نشعر بالدفء قد نستخدم بعض الأجهزة لتدفئة المنازل أو المدارس إذن هنا الجو ماذا؟ بارد نكرر خلف المعلمة بارد أحسنتم طيب الآن هذا التمرين صل بين الطقس والصورة المناسبة له طبعا أنا سأقوم بإيصال الصور المناسبة لكن قبل أن أبدأ أريد منك أنت أن تنظر لكل صور الطقس والصور المناسبة لها في الأسفل وتشير إلى الصورة المناسبة لولي أمرك الذي بجانبك بإمكانك عزيزي ولي الأمر أن تقوم بإيقاف الشريحة على هذه الصورة حتى تعطي ابنك وابنتك فرصة للتفكير قليلا قبل أن أقوم بحل هذا التمرين الآن عدنا لكم الآن كما قلت سابقا في هذا التمرين سأقوم بإيصال صورة الطقس والصورة المناسبة له أخذنا هذه الصورة قبل تذكرون هذه الصورة ماذا ترمز؟ للجو ماذا؟ لو تلاحظون نازل من السحب مطر إذن الجو ممطر برأيكم من هذه الصور الموجودة في الأسفل ما هي الصورة المناسبة للجو عندما يكون ممطر؟ ماذا يحدث؟ ماذا نفعل؟ أو ماذا نرتدي بالأصح؟ أحسنتم نرتدي الجاكت الخاص بالمطر وأيضا نستخدم المظلة لتحمينها من قطرات المطر إذن سأقوم بإيصال خط مائل بين الصورة التي ترمز للمطر والصورة المناسبة لها طيب نشوف الصورة الثانية ما هي؟ أو ما هذه الصورة؟ ترمز لماذا؟ أي طقس؟ أحسنتم غائم لماذا قلنا غائم؟ لأنه يوجد سحب ويوجد شمس إذن غائم طيب لما يكون الجو غائم يقولنا وين نروح؟ يكون الجو جميل ولطيف وين نروح؟ أحسنتم للحدائق والمنتزهات والبر لأن الجو يكون جميل ولطيف ونستطيع أن نخرج خارج المنزل إذن سأقوم برسم خط مائل بين صورة الغائم والصورة المناسبة لها طيب هذه الصورة ترمز لما إيش بالضبط هذه الصورة؟ ليه؟ ها؟ أحسنتم للرياح للرياح قلنا شمعنا الرياح؟ ماذا تعني الرياح؟ أحسنتم الهواء القوي طيب إحنا انتهينا من هذه الصورة وهذه الصورة باقي هذه الصورتين برأيكم أي الصور المناسبة لصورة الرياح إذا كان هناك هواء قوي ها؟ أي صورة؟ نشير على الشاشة ممتاز هذه الصورة إذن سأقوم برسم خط لهذا الرجل الذي طارت قبعة من الهواء القوي آخر صورة ترمز للجو عندما يكون ماذا؟ ها؟ نشعر أحسنتم نشعر بالبرد إذن بارد أين هي الصورة المناسبة؟ أحسنتم البنت التي تعاني من الزكام غالبا يحدث فيه الشتاء واضح؟ إذن أخذنا هذا التمرين الذي يوضح أحوال الطقس طيب في صورة ثانية أيضا هنا مكتوب أو سأقرأ عليكم السؤال صل بين الطقس والمنابس المناسبة له لأن هناك طقس مختلف قد يكون حار وقد يكون بارد قد يكون حار وقد يكون بارد وقد يكون لطيق معتدل طيب هنا صورة ماذا؟ الجون عندما يكون ماذا؟ عندما يكون بارد نشعر بالبرد وهذه الصورة ترمز الجو عندما يكون؟ أحسنتم وشمس طيب خلونا نفكر شوي قبل ما أبدأ بالحل وتحدث مع ولي أمرك الذي بجانبك برأيك الآن عندما يكون الجو بارد ما هي الملابس المناسبة لأرتديها؟ هل هي في هذه الصورة؟ الملابس القطنية الخفيفة؟ أو الملابس الثقيلة؟ أحسنتم الملابس الثقيلة إذن سأرسم ماذا؟ ختماء بين صورة الجو بارد والجو مشمس الجو مشمس الجو بارد آسفة والملابس الثقيلة الجو بارد والملابس الثقيلة طيب أنتقل للصورة الثانية المشمس برأيكم ما هي الملابس المناسبة لارتدائها؟ هل هي الثقيلة أيضا؟ لا ثقيلة فقط عندما يكون الجو بارد إذن المتبقي الملابس الخفيفة القطنية حتى لا نشعر بماذا؟ بالحر وتتساقط قطرات العرق منها إذن سأصل خط مائل بين صورة مشمس والملابس الخفيفة طيب بهذا أكون أنهية الدرس لكن دائما قبل أن أنهي الدرس أقدم توصيات وتوجيهات لأملياء الأمور لتعميم المهارة لأحوال الطقس حتى لا يفقدها الطالب في البداية يستطيع ولي الأمر القيام بعدة أنشطة في المنزل لتعميم هذه المهارة من خلال مشاهدة أبسط شيء عندكم النشرة الجوية بعد انتهاء الأخبار النشرة الجوية دائما تعرض أحوال الطقس سواء في الخارج أو في المدن الداخلية تستطيع أن تحدد وقت معين مع ابنك وابنتك لمشاهدة النشرة الجوية بعد الأخبار والتحدث عن أحوال الطقس في المدن الداخلية للمملكة العربية السعودية أيضا قراءة القصص التعليمية التي تحتوي مثلا على أحوال الطقس وفصول السنة كل هذه سيتعرض فيها الطالب لأحوال الطقس أيضا عند الخروج من المنزل نسأل الطالب أو الطفل عن الجو للجو اليوم كيف؟ في شمس، في مطار، في سحب، في غبار أيضا لا ننسى أن نكافئ ابننا على أي جهد يقوم به حتى لو كان متضمن بعض الأخطاء بإمكاني أن يعززه ووجهه بطريقة غير مباشرة حتى لا يشعر بالفشل لا ننسى أيضا أن نستخدم جمل بسيطة وواضحة مع الطفل حتى يفهم ما هو المطلوب منه في الأخير لا ننسى إذا كان ابنك أو ابنتك تعاني مشاكل في اللغة لا نجبر على نطق الكلمات كممطر، مشمس، لا بإمكان أن يعمل إشارة أو إيماء أو مثلا إذا اختار البطاقة الصحيحة أقبل من هذه الإجابة ولا أجبره على نطق الكلمة هذا هو الدرس لليوم كانت معكم المعلمة أمل التمامي مع السلامة اشتركوا في القناة